في سياق مختلف أطلقت المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام سراحة 151 سجينا بموجب العفو الأميري الذي شمل 1408 سجنة ما بين تخفيف المدة وإطلاق السراح الفوري والعفو عن الغرامات والكفالات وهنأ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء حقوقي فراج الزعبي المفرج عنهم وذويهم متمنيا من الجميع حسن السيرة والسلوك والالتزام بالقواعد والقوانئين نبارك للمشمولين اليوم في المكرم الأميرية وهي عادة سنوية جرى عليها سيدي صاحب السمو يتكرم على أبناء السجناء بالأفراج عنهم وفق واعد توضع من قبل النيابة وزارة الداخلية والديوان الأميري تشكل لها لجان لمطابقة تلك القواعد على كشفات السجناء اللجنة المخصصة بغرار مسيدي مع الفريق وكيل وزارة الداخلية لمطابقة كشفات السجناء وأسماء السجناء على قواعد العفو الأميري بحثت هذا العام 3000 ملف طبقت القواعد على 839 سجين تم التخفيض لهم سوف يخرج منهم اليوم 150 سجين والباقين يخرجون تباعا على طوال العام المفرج عنهم الأجانب سوف يرحلون إلى إدارة البعاد لبعادهم إلى بلادهم أو أي بلد يختارونها المرحل عنهم الكويتيين والمقيمين بصورة عين مشروعة سوف يفرج عنهم الكويت ويتضعون تحت الرعاب اللاحقة سوف يفرج عنهم الأمير كويتيين